لا تزال الأنظار متجهة وتترقب الأوضاع غير المستقرة في السودان في ظل هدنة هشة تعهد طرف الصراع المسلح فيها الالتزام بها لكن دون جدوى بدى المجتمع الدولي عاجزا أمام ما يجري حيث تحاول كل دولة منفردة إجلاء موظفي سفاراتها ورعاياها وعسكريها وسط استمرار المعارك في العاصمة الخرطوم حيث يبدو الوضع خطيرا ومتقلبا ولا يمكن التنبؤ به ذلك بحسب الخارجية البريطانية ورغم تسيود الجيش السوداني لسماء المعركة لكنه يجد صعوبة في طرد قوات الدعم السريع ما يعد مؤشرا خطيرا على أن القتال مرشح ليتواصل لفترة طويلة لا سيما مع تحول قوات الدعم السريع إلى قوة موازية للجيش على كافة المستويات والاتهامات المتبادلة بين الطرفين عن وجود تدخل دولي لطرف على حساب آخر ومع حديث الأمم المتحدة عن ضرورة التوصل إلى حل سياسي تبقى كل الاحتمالات مفتوحة كما يرى مركز سترانفور الأمريكي للدراسات والذي رجح أن يلحق أحد الطرفين الهزيمة بالآخر ما سيجبره إلى اللجوء للمناطق الريفية ونقل القتال إليها أمام هذا المشهد المشتعل تبرز أسئلة عن مصير كل من المدنيين والقوى السياسية والذين يعتبرون الضحية الرئيسية لحرب كل من البرهان وحميتي حيث تحمل صحيفة اندي بندد البريطانية الغرب المسؤولية عما يجري وتفيته الفرصة لمساعدة السودان على الانتقال من الحكم العسكري إلى الحكم المدني لكنه تقعص لتحقيق مكاسب سياسية خاصة وأصبحت الآمال في دخول البلاد حقبة جديدة لا تعكرها الصراعات مجرد ذكرى بعيدة ترجمة نانسي قنقر